يقول فكلامه تعالى ويده صفتا ذات كلام الله صفة ذاتية ويده صفة ذاتية خبرية وتكلمه وتكلم صفة ذات وفعل معا إذن تكلم الله عز وجل صفة ذاتية ولا فعلية يقول ذاتية فعلية إذا صال عندنا الآن صفات ذاتية تتعلق بذات الله لا تنفك عن ذات الله وصفات فعلية تتعلق إيش؟ بمشيئة متى شاء فعل وصفات قال عنها ذاتية فعلية قال مثل صفة الكلام فهي باعتبار أصل الصفة هي صفة ذاتية باعتبار أحد كلام الله متى شاء قال إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدنا عبد إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبد صح إذا قال ملك مدين قال الله متجدني عبد إذن هذا القول هذا فعل أحد كلام الله محدث أصل الصفة صفة ذاتية لله صفة الكلام وأحد كلامه يتحدث يتكلم تشاء إذا حب عبدا إذا حب عبدا نادى جبريل إني قد أحببت فلان فأحب إذا أبغض عبدا نادى جبريل إذا كان سوء أخر من الليل نزل السماء قال هل من سال هل من مستقفر هل من تأب واضح إذن صفة الكلام هي صفة ذاتية صفة التكلم ذاتية فعلية صفة التكلم